اه في الفيديو ده انا حاولت اجمع بقى حاجة ممكن نسميها التوصيف الوظيفي لمهانس كيميائي اللي هو المهانس كيميائي دور ويعمل ايه? فاحنا روما بعد سريعا يعني وظيفته انه يشغل كل المعدات زي ما انتفقنا معدة او يونت انا قلتلك يعني ايه كلمة يعني واحدة لها مجموعة معدات كلهم بتشتغل مع بعض عشان تحقق هدف معين بكفاءة طبعا من غير مشاكل من غير ازمات وظيفته ان هو ينظم ويشرف او في الاغلب العام بيشرف طبعا الكلام ده بيبقى يعني من كتب او من مراجع مختلفة لكن في الاغلب العام ده واقع الحقيقة بقى ان هو بيشرف على عمليات مينتنس ايه بقى مينتنس دي بوسطة جديدة جدا زي ما اتعلمتم وانسين السيانة يعني السيانة تبقى نعين سيانة وقائية هي ان انا عايز امنع المشكلة قبل ما تحصل وسيانة آآ علاجية او تصحيحية لها كوريكتب لما مشكلة حصلت نعفوا لما المشكلة حصلت فعلا. ابتدي بقى اصلح العطل اللي حصل فعلا. فانا عايزة امنع العطل قبل ما يحصل. فمهانسين السيانة بيبقى عندهم كده آآ هما ليهم بقى شغلهم ليهم نظامهم مسلا آآ كل شهرين بيروح لمعدة يبتدي يشيك عليها. يشيك دي اللي هو اللي هو اختبر او اتأكد او يعني اشوف. فهما بيسموها كده اشيك على المعدة دي. بقى عندهم شوية اياسات بيعملوها. في مسلا حاجة محتاجة اتغير ممكن يغيرها من بدري عشان ما تعتلش اثناء الشغل. وهكزا. فمهانس الانتاج بيبقى وظيفته ان هو ينظم العملية دي مع مهانسين السيانة بيشوف هما مسلا يقول لك احنا آآ مسلا الاسبوع اللي جاي عايزين نشيك على المعدات الفلانية. مسلا مهانسين الكهرباء يجي يشوفوا مسلا المغطير اللي شغالة. مهانسين الميكانيكا يجي يشوفوا الالات الميكانيكية اللي بتحرك. او الالات السبت حتى. يبتدي يشوف مثلا اللي بيحصل بتدي يشوف كزا حاجة كده هم عندهم ايساتهم عندهم شغلهم يعني. فبينظم بقى العملية دي ويرتبها معاهم. علشان يبقى هو واقف بيشرف على الجوب دي. دي اسمها جوب يعني مهمة. فمسلا عندنا يعني مهمة سيانة. الناس طالعين يشيقوا على جزء معين يعني يراجعوا اجراءات حاجة معينة يشوفوا. المهم يعني دي جوب معاهم فبيبقى معاهم سوبارفايزر وبيبقى معاهم مشرف للجوب دي من ادارة الانتاج. ويبتدي يتابع معهم وشوفهم يعني ايه اللي محتاجينه زي ينظم عملهم بحيس ما ما يخلصوا عملهم وقدروا ايه? اه يرجعوا لادارتهم تاني. اه طبعا الريكوست كوريكتف منتنس لما بتحصل المشكلة بقى فعلا بتبتدي تطلب بقى اجراءات تصحية ان انت عندك جهاز عطل عندك في مشكلة حصلت في معدة بتبتدي تطلب منهم انهم يبتدوا يدخلوا يبتدوا يصلحوا المشكلة دي. طبعا عشان تبقى فاهم انه اي بتحصل يعني زي كده مش هنجيب بعضينا ونطلع على خط الانتاج ونصلح المعدة وخلاص على كده. ده ده دي الجوب دي لها اجراءات ورقية كتير. فلازم تبقى فاهم ان مهندس برضو جزء من دوره الاجراءات الورقية. نهو بيطلع ورقة او حاجة اسمها آآ تصريح عمل. تصريح عمل ده مالوش علاقة ان انت مسلا تتعين في مكان او كده. تصريح عمل ده. الشغلان اللي انا احنا راحين عملها في خط الانتاج دي. ده فيه ورقة كده بتحدد ايه بالزبط اللي راحين نعمله. شوية آآ حاجات لازم تتأكد منها. بتمضي عليها انت مسلا كمهندس بيمضي عليها مديرك. بعدين انت بتوديها لادارة السيانة برضو بيمضي عليها مدير ادارة السيانة وبعدين بيختار مهندسين معاينين هم يطلعوا آآ بيجي مهندس السيفتي يتأكد ان انتو اللي هتعملوها دي ما فيش منها مخاطر بيبتدي يراجع. يمكن يكون هو شايف انتو محتاجين معاكو حاجة زيادة. محتاجين معاكو اجهزة زيادة تطلع معاكم. هيطلع معاكم واندس سيفتي لو هيتابع العملية بنفسه من ادارة السيفتي. فبيبقى فيه اجراءات معينة عشان نضمن ان الشغل الجوب دي او المهمة دي او الشغلانة دي ما تتعاملش عشوائي كده او يحصل منها مشاكل اكتر. لأ. انا عايزين نتطمن عليها. في من انك تبقى فاهم انه فيه جزء من الاجراءات الورقية. طبع الورك بيرميتز. اه فيه منها هاطف منها كل. يعني دي قصة كبيرة ممكن او نتكلم فيها ان شاء الله في فيديوهات بعد كده. بس يهمني انت سمعت كلمات يعني الحاجات دي مش مش هتسمعها في الكلية ومش بتركز عليها الجانب النظري. يهمني انت تبقى سمعت شوية. يعني كلمة بيرميت. اه بعد كده يعني بتي تتعامل بقى مع الحاجات المزعجة جوه البروسيس مشاكل بقى حصلت انزارات. اه مسلا اتخيل مسورة مسلا معينة اتكسرت. فلازم تاخد قرارات بقى. هنوقف قط الانتاج كله. هنوقفه قد ايه. المسورة دي هتصلح ازاي? هنتصرف معها ازاي وهكزا. فساعات بيقى فيه شات داون. شات داون يعني اغلاق بقى المصنع. سواء بارتشال يعني جزء ايه هنقفل حاجات معينة. او اغلاق كلي. طبعا من ضمن الشطرة والمهارة ان انت لما يحصل شات داون تقلل الوقت شات داون ده لقد ما تقدر. يعني تخيل مسلا المصنع بينتغاس طبيعي. في اليوم المفروض ينتج كمية معينة. جات وردية الصبح مسلا حصل معاهم لمدة ساعتين. وخلاص افلوا بقى الوردية يضوبك بعد الساعتين دول بدقوا يكملوا الوردية والوردية مسلا انتهت الساعة سبعة. سبعة المغرب. جيبها مهندس وردية الليل اللي هو مشغل من سبعة المغرب لسبعة تاني يوم الصبح. هيبتدي يلاقي طبعا الانتاج ناقص. عن المفروض يكون طالع لان هم قاعدوا ساعتين موقفين. وعبل ما بدأوا يشغلوا المصنع مرة تانية وكده فلسه في وقت. فالمهندس ده بقى بيبقى من دوره ان هو يعوض الانتاج اللي كان مفروض. فيبتدي هو يزود كمية الانتاج طول الليل علشان يجي اخر النهار. يجي بقى زي ساعة سبعة الصبح يعني اللي هو اخر اليوم بقى خالص الشغل يكون وفى الانتاج اللي عليه. المفروض المصنع هيكون كل يوم يكون انتاج كمية معينة. فهنا افترض مثلا ان المصنع بينتج مية مش لازم الوحدات دلوقتي. بس مية من الغاز الطبيعي. المفروض يدهر الصبح مثلا يكونوا انتاجوا خمسين وبعد الظهر يكون انتاجوا خمسين او بالليل يكون انتاجوا خمسين. الصبح حصل عندهم شتدهون فقدروا انتاجوا تلاتين بس. فالعشرين الفاضلين دول لازم يعوضهم مهندس التشغيل بالليل. دي كانت يعني فكرة بسيطة. هنكمل السؤال ما بعد الفيديو اللي جاي بقيت ادوار المهانسين في المصانع. شكرا.